بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الوفاء من أعظم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأمور الهامة في حياتنا للأسف الشديد صار عملة نادرة شف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفاء للسيدة خديجة بعد موتها وحبيبة قلبه السيدة عائشة كأنها تتدلل عليه وتقول له يا رسول الله بيكلم عن السيدة خديجة فالسيدة عائشة بتقول له وهل كانت إلا عجوز قد أبدلك الله خيرا منها يعني دافع الغيرة فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها آمانت بي حين كفر الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها المال والولد فوالله ما أبدلني الله خيرا منها شف قمة الوفاء فسيدة عائشة قالت والله لا آتي بسيرتها مرة ثانية أبدا وكان لما يسبح شاتا يتعهد بها صديقات وصويحبات خديجة شف وفاء سيدنا النبي لسيدنا أبي باكر صاحبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل إنسان له علينا يد كافأناه بها إلا أبا بكر له يد يكافئه الله بها هو صاحبه وهو صديقه وقمة الوفاء بين الأصدقاء شف وفاء سيدنا النبي حتى مع غير المسلم لما سيدنا النبي كان راجع من الطائف وأهل مكة منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة فالمطعم ابن عدي عرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة في جواره يعني في حمايته فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي من سيشي الجميلة دي أبدا ومات المطعم بعد هجرة سيدنا النبي مباشرة وقبل غزوة بدر وبعد غزوة بدر وسيدنا النبي معاه سبعين أسير والناس كلها تحتاج أن تأخذ الأسرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر المطعم ويقول والله لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فيهم لأعطيتهم له ردا للجميل ما أعظم الوفاء يا جماعة ما أعظم الوفاء مع الله عز وجل بالإيمان والإخلاص والعمل الصالح ما أعظم الوفاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والتخلق والتأسي والسير على منهجه ومحبته وطاعته ما أعظم الوفاء مع الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستة من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة اصدقوا إذا حدستم أوفوا إذا عاهدتم أدوا إذا أتمنتم احفظوا فروجكم غضوا أبصاركم كفوا أيديكم لما واحد من الناس قتل واحد خطأ فأهل القتل قالوا لا بد أن نقتل القاتل وذهبوا إلى الأمير وأتوا بالقاتل فالقاتل قال أنا قتلته خطأ خذوا مني الديا قالوا لا لا بد من القتل فحكم الأمير على القاتل بالقتل فالقاتل قال أيها الأمير اديني فرصة ثلاث ديام يوما أسدد فيه ديوني ويوما أوصي فيه على أولادي ويوما أرتب فيه أحوالي مع ربي فالأمير قال له التمس ضامنا يضمنك يا جماعة من يضمنني فواحد ضمنه قال له موعدنا بعد ثلاثة أيام عند غروب الشمس خلصت الثلاثة أيام وأوشكت الشمس أن تغرب والراجل مجاش هموا أن ينفزوا القتل في الضامن إذا بشبح من بعيد لأهجي فقالوا انتظروا لعله القاتل فإذا هو القاتل فعلا فالأمير قال له لم أتيت وكان في وسعك الهرب قال جئت لأنني عاهدتك فجئت أيها الأمير حتى لا يقال ذهب الوفاء من الناس أخرج الضامن من السجن وقال له ضمنته قال نعم قال هل تعرفه قال لا أعرفه قال لم ضمنته قال ضمنته حتى لا يقال ذهبت المرؤة من الناس وهنا صاح أهل القتيل وقالوا ونحن قد عفونا أيها الأمير قال لهم ولما قالوا حتى لا يقال ذهبا لعفو من الناس من أعظم الصفات ومن أجمل الخلال ومن أجمل ما يتخلق به الإنسان أن يكون وفياً مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم مع كتابه مع الناس أجمعين مع من أحسن إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أزدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد شكرتم لأن الله شاكر يحب الشاكرين ما أعظم خلق الوفاء تخلقوا به فهو أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم شكراً جزيلاً